اللي جاي ايه ان شاء الله اللي جاي المفروض هنختار مدير فني جديد لمنتخب مصر برضو خلالي 48 ساعة اللي كنت قعد فيهم تحت البطنية دول قعد شايف أسماء زي كارلوس كيروش زي هكتور كوبر هيرفي رينار طبعا كلها أسماء حلوة كلها أسماء حلوة بس والله العظيم شوف أساني بقول والله عزيزي أنا بلي بحلي في دلوقتي عشان أنا بقالي 3-4 سنين وأنا هنا ومن قبل ما أكون هنا كمان في رقم 10 بنقول نفس الكلام والله ما في حد بيختار مدير فني لمجرد أنه اسمه كبير لمجرد أن اللي نعرفه حسن ما اللي نعرفوش أن أنا هات كيروش عشان جربته قبل كده فطلع ماشي حلو هات كوبر عشان جربته قبل كده هات طلع ماشي حلو منت اللي كان ماشي حلو ده انت اللي مشيته برضو بس ماشي هات هيرفي لنهر عشان عنده خبرات جامدة جدا في أفراقيا و... لكس في الجملة دي و... الناس بتحبه هاته وخلاص عشان الناس بتحب... يعني الناس بتحبه يعني الناس هتبقى مرتاحة مش هيدايقه يا جماعة ده غلط ده مش معايير أصلا ده أنا آسف يعني كنافة اللي هو إيه ده المعايير بتبقى إيه لما الناس بتيجي تختار مدربين برضا عشان ما تقوليش يا كريم انت ملك متعصب عشان فيه معايير بتبقى واضح يعني مثلا مثلا يعني أنا عايز المدير الفني الجاي المنتخم مصر أنا كالتحاد كرة أنا بحط معاييري مثلا أنا عايزه ينزل بمعدل الأعمار في منتخم مصر مثلا ل 27 سنة أنا دوال 29-30 سنة أنا عايزه ينزل معدل الأعمار 27-26 مثلا يعني فمين من المدربين اللي موجودين في العالم من المدربين اللي يحبوا يشتغلوا مع شباب من المدربين اللي بيحبوا يطلعوا لعيبة جديدة مثلا فده معيار لما أحطه ممكن أحط قدامه اسمه مدرب المعيار ده هات معيار اللي بعده أنا والله عايز مدرب تنافسي يعني إيه تنافسي يعني بيعرف ياخد بطلات يعني يكسب بطلات قبل كده والله كسب بطلات في القرى الأفريقية والله يكسب بطلات مثلا محلية ما عندها أوروبية فده معيار يتحطه قدامه اسم مدرب هات معيار ثالث مثلا يعني مش هلأ حط المعيير بس يتحطي كل المفوضة يحط المعيير دي معيار ثالث مدرب شخصيته قوية جدا عشان احنا محتاجين فرض الشخصية دي في المنتخب وانه يكون طبيعة اللعب المصري يحب الشخصية قوية عند المدرب مثلا يعني بتسمع الكلمة دي كتير تمام فيقول لك والله انا المدرب ده هيبقى سين احنا دلوقتي حطينا ثلاث معيير شباب انا مش اخد زوم دلوقتي ولا حاجة لما نخلص الكلمتين دول حاجة كمان مهمة جدا هحط مثلا في المعيير انه والله المدرب اللي جاي لمنتخب مصر احنا محتاجينه يكون نشتغل داخل القرى الأفريقية مثلا فتحطه قدامه اسمه مدرب دي معيير انا مثلا في المعيير الأخير عايز مدرب تكلفته علي ما تكونش اكتر مثلا من مئة الف دولار شهريا فده معيار حط جنبه اسم لكن انت بتحط اسمه خلاص اللي هو ايه مين متاح يا جماعة في السوق مين اللي السوق بيقول ايه النهاردة كروش فاضي ما نشوف كروش هيرفي رينار في فرنسا ممكن يجن عشان بيدرب منتخب كلها نسائية فممكن يجن ما نشوف هيرفي رينار كوبر وصلنا كاس عالم ما ترجع كوبر دي مش معايير دي دي مش معايير بتختار بيها مدرب حط المعايير تبخد بقى الاهم الناس كلها بتعمل ايه في العالم دلوقتي انت منتخب مصر انت اكبر منتخب في القرى الأفريقية تاريخيا فانت عايز مدرب يجي يدرب منتخب مصر حط تلات اربع اسماء وقول انا هعمل انتربيوهات اه وانت اللقتي عايز مدرب صح تعال وارجي نفسك بقى تعال وقعد قدامي كده راجل مسؤول الفني في اتحاد الكرة مثلا يعني الكابتن علاء نبيل بما انه اصبح المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم يجي يقعد قدامه المدرب ويبدأ يسأله حردك تعال تشتغل في الظروف اللي احنا فيها دايات والله احنا عندنا الدوري بالشكل الفلاني والله عندنا ملاعب بالشكل الفلاني والله عندنا معدق العمار كبير للدرجة دايات عايزين ننزل بيه والله احنا مش عارف ايه وتسمع ردوده عالكلام ده وتبدأ بعد كده تقيم وتختار لكن احنا كل حاجة اللي هو بالصدفة من غير اي معايير هي وظروفها احنا هنختار حادي بادي كروم بزبادي عارف انت مفيش كده او بلاش حادي بادي مين يا جماعة سائر وارخص مثلا يعني ده كلام ده كلام عشان بس ما نلفش نفس الدايرة انا اللي مجنيني من ساعة ما خرجني منكسلهم لأفريقيا انه برضو نفس الدايرة اللي احنا منلف بيه معلش يعني اتحاد الكورة وهو منزل البيان بتاع البيان بتاع قالت او اشتوجيه الشكر الفيتوريا او جازه لله معاون فين الكلام على قطاعات الناشئين اه فيه اكده قالوا ان فيه دوري لا اكديميات شيء رائع بالمناسبة عشان برضو ايه ما يبشي اسمه القصة هجوم وخلاص دوري الاكديميات دي له جزء في تطوير قطاعات الناشئين بس فين بقى المراقبة اللي كنت باتكلمكو عليها قبل كده المراقبة على فرق الناشئين في الاندية المراقبة على قطاعات الناشئين في الاندية ما يحصلش فيها مجملات ما يحصلش فيها مقابل الماد عشان اللعب يخش الموقوب فين معايير اختيار مدربين منتخبات الشباب والناشئين فين المعايير دي بتختاروا المدربين بتاع منتخبات الناشئين والشباب على اساس ايه تعارف على اساس ايه الكلام بتاع اتحاد الكورة يعني معظمها مجملات معظمها مجملات مش بقول كلها معظمها مجملات حسسني بجد بقى ان انت عايز تطور ما تتحدنيش ما تتحكش عليا ما تبرطش ناري شوية وبعد كده تلبسني في حيطة بعد كده وده اللي احنا واخدين عليه لو ايه شوفوا بس دلوقتي ايه الناس متضايقة ومتنرفزة عايزين يا شباب عايزين مدرب خل مدرب جديد عايزنا ماشينا المدرب ده طيب وبعدين